سلام علي ما حدش شايفني لا هنا ولا هنا ما ادخل بها اسرق محل المجوهرات ده اكيد مليان فلوس سرقت المحل ولا حد حس بي ده حاجة اخر عظم تمت المهمة بنجاح ما ادخل بها شير الفلوس دي تعبت اول نهاردة وانا بسرق محل المجوهرات كوباية شاين ما ايه تعدل الدماغ اما انا سرقت مبلغ حلوة انا بفكر بها اروح اكبر فندق هنا واغلى فندق واعود يومين افطر وتغدى وتعشى وروع على نفسي الرواءان والدلع حلو برضو اعيش بقى شوية عيشة الناس الاغنية السلام علي الفندق ده فندق فخم قوي السلام عليكم يا كابتل بقولك ايه انا عايز احجز قوضة عندكم في الفندق لمدة يومين نورتنا يا فندق اتمنى ان الفندق يعجبك اكيد طبعا انتو احسن واكبر فندق هنا انا هروح بقى قعد في الريسيبشن وعايز اشرب شاي لو سمحت اتفضل يا فندق الفندق كله تحت امرك السلام يا ودي علي لو تعيش طول عمرك العيشة الملوكي دي ده انت تبقى ايه اتفتحت لقطاقة القادرة وتعيش عيشها اوبها بقولك ايه احنا عايزين الفندق يبقى متأمن كويس اليومين اللي جايين دول مش عايزين اي مشاكل ايوة طبعا الملك اول مرة ييجي زيارة للبلد هنا وبيقولوا معاه جوهرة غالية جدا واغلى جوهرة في العالم طيب لازم نأمن الفندق كويس وانفتش كل اللي داخل واللي خارج مش عايزين يحصل مشاكل في الفندق ده حاجة مهمة جدا وحدث مهم ان الملك ينزل عندنا هنا في الفندق ايه اللي انت سامعه ده يا ودي يا علي انت شكلك كده المجوهرات هي اللي بتجري وراك مش انت اللي بتجري وراها يعني بقى جاي ارتاح من السرقة قلق السرقة بتنادي علي وتقول تعالى يا علي بقى انا محظوظ للدرجة دي انا مش همشي بالفندق هنا غير لما الملك يجي واخد الجوهرة جلنت الملك على وصول لازم المطبخ كله يجون جاهز بسرعة بسرعة موته الفندق عاملنا اجتماع كل الموظفين لازم يكونوا موجودين عنده دلوقتي الملك على وصول ولازم نبقى جاهزين حاضر يلا بنا على الاجتماع ايه ده بقى الملك على وصول يعني جاي دلوقتي انا لازم اكون موجود معاهم بس هكون موجود ازاي دول منعين اي حد يكون في استقباله للدرجات يخايفين عليهم معجة وهرق وغالية اوي كمان طب استقبلوا ازاي واللقف معاهم ازاي ايوه انا طلع الكاميرا بتاعتي واعمل نفسي صحفي واني عرفت انه هو جاي وانزل اصوره واعمل معاه لقاء وانروح بقى انه بالكاميرا واحضر نفسي انا كده بقيت متشايق واللي شوفني يقول صحفي بجد اما انزل بقى عشان اقابل جلالة الملك شرفتنا يا جلالة الملك نورت الفندق يا جلالة الملك نورت الفندق يا جلالة الملك ممكن اخذ من حضرتك كلمتين انا مش قلت لكم مش عايز صحافة ومش عايز حد يصور خالص ومش عايز الصحافة تعرف خبر ان انا نازل في الفندق يا جلالة الملك احنا ما قلناش لحد خالص والموضوع كان سري حتى واحنا بنتفق مع الفندق طيب مين يعني اللي واقف بيصور ده هو الملك ميل ومتعصب كده ليه وما فيش حد ملك غيره ولا ما حدش معك وخار غيره يا جلالة الملك صدقني احنا مكتبين على تشريفة لينا ولو ان كان هيشرفنا ان الناس كلها تعرف انك نازل عندنا في الفندق ده كان هيبقى شرف كبير لنا قوي طيب والصحف اللي بيصور ده عارف منين ان انا نازل في الفندق عندكم ومحضر الكاميرا وجاي بيصور انت يا استاذ انت بتعمل ايه ومين اللي ادلك الحق انك تصور جلالة الملك اصل انا نازل هنا في الفندق يعني انت مش جاي مخصوص عشان تصور الملك انا بصراحة عاشق لجلالة الملك وبحبه جدا وبهتم بكل اخباره وكل تفاصيل حياته وعرفت ان جاي زور الفندق فقلت بقى فرصة ان اتشرف واشوف جلالة الملك حتى لو من بعيد ده من المعجبين طالما هو من اشد المعجبين بيا تلا هيشفعلك عندي ايوة يا جلالة الملك انا اعرف كل حاجة عنك بتحب ايه وتكره ايه والالوان والحيوانات والطيور اللي انت بتحبها كل حاجة وعارف كمان جلالتك بتحب الاكل وبتحب الاكل بتاعنا وتسمحلي في اي وقت فاضي احملك الاكل ده انا بعمل الاكل حلوة اوي خلاص خلاص يا اسمك ايه انت انت مقولت ليش اسمك ايه خدامك علي يا جلالة الملك خلاص يا علي طالما انت نازل هنا في الفندق يبقى اكيد هنتقابل تاني يلا يا وزير انا عايز اطلع غرفتي اواملك يا جلالة الملك يا سلام عليك يا ودي علي ده انت تنفع تمثل في هوليوت مش تمثل بس عن ناس اللي بتسرقهم انا لازم بقى اقرب من جلالة الملك اكتر من كده بسرعة عشان اسرق الجوهرة واخلع من هنا يا وزير انا عايز حراسة جمدة على الغرفة مش عايز اي حد يفكر يدخل هنا حتى لو من الفندق نفسه محدش يدخل هنا غير بعد ما تفتشوه اواملك يا جلالة الملك لو سمحت يا وزير انا كنت عايز اقابل جلالة الملك اوي اوي اتفضل يارب تكون مبسوط معنا يا جلالة الملك ان شاء الله هكون مبسوط يا جلالة الملك احنا عاملين حفلة الليلة دي عشان نرحب بيك في الفندق ويشرفنا انك تحضرها بكل تأكيد هكون موجود في الحفلة طبعا ده شرف كبير لنا يا جلالة الملك بعد اذن سموك اهم حاجة تأمين الاكل وتأمين كل شيء عشان صحة جلالة الملك وامانه طبعا طبعا بعد اذن سموك انا لازم بقى ارسم الخطة اللي هسرق بها الجوهرة بس اعمل ايه؟ اكيد المكان كله هيبقى متأمن ايه ده؟ ايه ايه الدوشة اللي تحت دي؟ ايه لا اصوات الكتير دي؟ اما انزل اشوف في ايه؟ بقولك ايه انيسة؟ هو ايه الدوشة دي؟ والاصوات دي كلها ايه دي حفلة ولا ايه؟ ايه دي حفلة عاملها مدير الفندق عشان يرحب بالملك يعني الملك موجود دلوقت في الحفلة لا ايه هقعد هناك اهو طيب متشاكل متشاكل اه استاذة هو ده الوقت المناسب طبعا دلوقت كل الفندق مجغول في الحفلة بتاعت الملك ده انسب وقت بقى اروح اسرق في الجوهرة وبعدين بقى الباب مش بيفتح اما حاول مع الباب تاني مفيش فايدة برضه مش بيفتح طب ادخل ازاي دلوقت وهنا لازم اخذ الجوهرة انا حاول ادخل بقى من البلكونة اما انزل الجنينة ياه كل دي قوضة طبعا محي قوضة ملك بقى اكيد القوضة الحلوة دي مش بتبقى للك احيانين الغالبة اللي زيينها اخو انا بتكلم وضيع وقت ليه اما ادور على الجوهرة بقى واخدها وامشي ترى ممكن تكون هنا مش هنا اما ادور في مكان تاني يا خبر الجوهرة اكيد في الصندوق الكبير ده بس ده كبير قوي وانا هشيله ازاي اما حاول اشيله ياه ده تقيل قوي يعني مش هعرف اشيله وكمان ده مقفول جامد طب انا ممكن اكسره بس لو قسرته هيسمعوني انا لازم اطلع الجوهرة دي من غير محد حد بيا ايه ده يا خبر حد جاي ده انا شكل كده هروح في دهية انا لازم استخبه بسرعة قبل ما حد يكشفني يا رب ما يشوفني بقى الحمد لله كله تمام اطمنت على الجوهرة ده الوازير جاي اطمن على الجوهرة ياه اخيرا ميشي كنت هروح في دهية انا شكل كده مش هعرف افتح السندو دي الوقت انا امشي اتصرف باي طريقة تانية وبارجع تاني ايه ده بقى ده قفلوا برضو وبعدين هنزل من الشباك وامر الله يا علي جلالت الملك بنادي علي جلالت الملك بنفسك بتنادي علي ايوة يا علي اعود معنا ايه ده يا جلالت الملك انت هتعود مع واحد من عامة الناس وايه يعني يا وزير اما اعود مع واحد محب لي علي بيحبني وانا مبسوط ام اعود مع احد يكون بيحبني بصدر الكلام ده كبير علي ايوة يا جلالت الملك وانا بصراحة زي ما قال الوزير مش قد المقام اني اعود مع جلالتك على طربيزة واحدة لا يا علي اعود انا حابب اتكلم معاك شوية واعرف منك شوية حاجات عن الاكلات المشهورة هنا يا جلالت الملك انا بعرف اعمل اكل حلوة اوي اقول لي سموك تحب تاكل ايه ويكون جاهز على العشاء النهاردة لا يا علي خلاص احنا دلوقتي بنتعشع مش هنقدر ناكل تاني بس عايزك تعملي الاكل ده بكرة طيب امرني يا جلالت الملك ويكون الاكل جاهز عندك بكرة انا عايز يا علي اكل محشي انا دقته مرة وعجبني جدا لكن اللي في الفندق هنا ما عجبنيش بصراحة اوامرك يا جلالت الملك بكرة يكون عندك ان شاء الله انا هدخل المطبخ وانا اللي هعملولك بنفسي متشكر يا علي اسمح لي امشي بقى يا جلالت الملك بعد اذنك اتفضل ياه ده الفرصة جات لحد عندي من بكرة بقى اصحى بدري اجهز له المحشي عشان يلاقيه جاهز خير يا استاذ انت جاي المطبخ ليه جلالت الملك طلب مني ان انا عمل له حل تمحشي معقول جلالت الملك طلب منك انت ايو اصلا انا بفهم في الاكل كويس طيب طالما جلالت الملك هو لطلب كده بقى كده يا عم الملك انت كمان حد يطلب من حد يعمل له حل تمحشي ده اكل يتعمل في سنة وانت هتاكله في دقيقتين بس كله يهون عشان خاطر الجوهرة اللي هتعيشني ملك طول حياتي انا اديهم المنوم بقى بحل تلمحشي ولازم كلهم يأكلوا منها كده المحشي تمام بياج ايه اخبار المحشي خلص ولا لسته انا عايز ده 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 ريحته حلوة قوي ما تقلقيش كله هيأكل ده انتباين عليك نفسك في الاكل حلوة قوي انت رايح فين انا جاي بالمحشي لجلالة الملك عشان هو اللي طلبه مني وانا عملته له بنفسي ولازم انا اللي ادخله له طيب انتظر هنا هستأذن الملك الاول اتفضل اتفضل يا جلالة الملك المحشي انا عملته بايدي ويا ربي يعجبك ده كده يا وزير عشان اتأكد ان ما فيهوش اي خطورة اوامرك يا جلالة الملك طعمه شاه جدا يا جلالة الملك تسمح لي ااخد صباح محشي كمان هههههههههه اتفضل اتفضل طعمه لازيز جدا يا علي جلالة الملك ممكن ادوق دوق انت كمان طبعا ده شرف كبير لي يا جلالة الملك انه عجبكم طبعا خدوه بقى كله كله بقى وبرحيتكم ياه اخيرا نمت اما اروح بقى اخذ المفتاح من الوزير وافتح بيه الصندوق واخذ الكوهرة اتي المفتاح بقى يا وزير اما اروح بقى افتح الصندوق وهم نايمين كده ومش حسين اما امشي بقى بسرعة قبل ما حد يشوفني اما اخذ شاندة قدومي وامشي قبل ما يصحوا من النوم يا خذك الحلو يا علي الجوهرة ايه ده ايه اللي من نايمنا على الارض كده اصحى اصحى بسرعة ايه ده ايه اللي نايمنا على الارض كده مش عارق حاجة غريبة قوي حتى جلالت الملك نايم باللبس بتاعه وهو ايه اللي حصل يا جلالت الملك يا جلالت الملك ايه ده هو انا نايم كده ليه نايم باللبس بتاعي وبالتاج مش معقول انا رمت ازاي والله يا حضرة الملك في حاجة غريبة مش عارفين انا هروح اتطمن على الجوهرة الحقنا يا جلالة الملك الجوهرة مش موجودة ايه الجوهرة مش موجودة ازاي ده يحصل ومين اللي يجرؤ يدخل القوضة وياخدها مصيبة جبيرة يا جلالة الملك مصيبة فعلا ازاي ده الفندق متأمن كويس مين اللي اخدها مين ها 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 اصبحت غنيا من الجوهرة شكرا سمو الملك شكرا